الشخصية الأولى الصورة الأولى منير الخباس لماذا اخترته لأنه من أبرز تلامذة السستاني وهذا أمر معروف في حوزة النجف وهو أحد مقرري أبحاث علم أصول الفقه لدروس الخارج للسستاني الجزء الأول من مجموعة مصنفات وآثار السستاني الرافد في علم الأصول هذه أبحاث السستاني في دروسه الخارج في علم أصول الفقه الجزء الأول من طبعة مؤسسة نور الأمير وهذه الطبعة طبعة 2020 ميلادي من الذي قرر أبحاث السستاني وسطرها في هذا الكتاب إنه منير الخباس فمنير الخباس من تلامذة السستاني ومن الذين ألفوا في علم الأصول هذه تقريرات أبحاث السستاني في علم أصول الفقه بقلم منير الخباس ولذا في بداية الكتاب هناك توثيق من قبل السستاني لتلميذه منير الخباس وما كتب في هذا الجزء هكذا كتب السستاني وبعد فقد لاحظت شطرا مما كتبه فضيلة العلامة الجليل السيد منير السيد عدنان القطيفي حفظه الله ورعاه هذا هو منير الخباس وبعد فقد لاحظت شطرا مما كتبه فضيلة العلامة الجليل السيد منير السيد عدنان القطيفي حفظه الله ورعاه تقريرا لأبحاثي الأصولية فوجدته وافيا بالمراد مستوعبا لما ذكرته في مجلس الدرس ببيان جميل وتعبير جزل إلى آخر كلامه 21 ربيع الثاني 1414 هجري قمري مع الختم الشرعي والتوقيع والإنضاء الرسمي لعلي الحسيني السيستاني إذن هذه أبحاث الأصول أتحدث عن أصول الفقه للسيستاني قررها منير الخباس الرافت في علم الأصول تقريرا لأبحاث آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله بقلم منير السيد عدنان الخباز القطيفي طبعة مؤسسة نور الأمير وهذا هو الجزء الأول من مجموعة مصنفات وآثار المرجع السيستاني منير الخباس معدود في طبقة الخطباء السيستانيين من الصف الأول ولطالما تحدث بشكل رسمي عن السيستاني وعن المرجعية السيستانية في وسائل الإعلام يمكنكم أن تدخلوا إلى الشبكة العنكبوتية كي تطلعوا على ذلك وهو الآن في النجف يقيم مجالس الدرس يدرس البحث الخارج بحسب المعلومات الدقيقة محمد رضا السيستاني رتب معه برنامجاً من أن يتحرك منير الخباس باتجاه مرجعية لكنها تكون من المرجعية الثانية من المستوى الثاني كي يكون مسانداً وداعماً لمرجعية محمد رضا السيستاني في قادم الأيام بعد وفاة أبيه إذن منير الخباس يصفونه بأنه مفكر وبأنه عالم متمرس هكذا يصفه السيستانيون وهو أستاذ من أساتذة علم أصول الفق بمستوى الخارج ومستوى دروس الخارج هو أعلى مستوى درسي في حوزة النجف الطوسية لهذه الأسباب أنا اخترته كي يكون صورة واضحة عن واقع الحوزة النجفية الطوسية الرجل حوزوي نجفي سيستاني خوعي طوسي بامتياز ولا أعتقد أن أحدا من الذين يعرفونه عن قرب ويسمعون كلامي سيختلفون معي في هذا الوصف إذن نحن مع منير الخباس مع أستاذ من أساتذة علم أصول الفقه في الحوزة النجفية الطوسية الخوعية السيستانية لا أريد أن أناقش ما يطرحه منير الخباس في أبحاثه الأصولية أو في تقريراته الأصولية سأترك هذا إلى مناسبة أخرى لكن هذا العالم الخطيب المفكر كما يصفونه هل يفقه شيئا من دين العترة وثقافتها وعقيدتها هذا هو الذي أريد أن أناقشه فأنا لا أعبأ بأصول الفقه من أول الأصول إلى آخرها ولا أعبأ بمرجعية النجف من المرجع الأعلى إلى أسفل من هو في دائرة المرجعية لا أعبأ بكل هذا نما أريد أن أضع النقاط على الحروف تحت هذا العنوان صناعة الدين المزيف حدثتكم في ثلاث حلقات الأولى الثانية الثالثة عن تأريخ علم الأصول في دائرة سقيفة بني ساعدة وفي دائرة سقيفة بني طوسي وبينت لكم الترابط بين السقيفتين بهذا الخصوص ثم انتقلت إلى حلقتين أخذتكم في جولة في كواليس المسرح الطوسي وكل الصور كانت تشير إلى ضلال المراجع الطوسيين وإلى زيفهم وإلى كذبهم وافترائهم وإلى خداعهم لشيعتهم للحمير الديخيين من أتباعهم أريد أن أعرض صورتين من النجاف من أجواء علم أصول الفقه وبعد ذلك سيكون الحديث الأخير لأجل أن نستكشف الحقيقة منير الخباس على موقعه الرسمي محاضرات مكتوبة على موقعه الرسمي هذه المحاضرات حررت بتاريخ 29 وعشرين خمسة 2015 هذه المحاضرات هو ألقاها وبعد ذلك حررها كتبت الشهادة في رحاب القرآن والحديث الشهادة في رحاب القرآن والحديث هذه المحاضرة موجودة بين يدي أخذناها من الموقع الألكتروني الرسمي لمونير الخباس يمكنكم أن تدخلوا إلى موقعه على الشبكة العنكبوتي هذه المحاضرات محاضرات الجمعة الشهادة في رحاب القرآن والحديث تحرير المحاضرات 29 خمسة الفين وخمسطعش ميلاد في طوايا حديثه في هذه المحاضرة يقسم الشهادة بحسب المنظور الرواء المعصوم العنوان الجميل الشهادة بحسب المنظور الرواء المعصوم الدرجة الأولى أن يقتلى بين الصفين الدرجة الثانية أن يقتلى في سبيل الله لكن ليس في المعركة الدرجة الثالثة كلامي هنا هذا التقسيم ليس دقيقا فليس كل من قتل في ساحة المعركة كانت شهادته من الدرجة الأولى وليس كل من قتل في سبيل الله خارج ساحة المعركة تكون شهادته من الدرجة الثانية لأن درجة الشهادة لا تتشخص من خلال كيفية القتل أو من خلال مكان القتل هناك هناك خصوصيات للشهيد الذي يقتل في ساحة المعركة وهناك خصوصيات للشهيد الذي يقتل خارج ساحة المعركة هذا بالضبط كصلاة الصبح تكون جهرية وصلاة الظهر تكون إخفاتية صلاة الصبح صلاة مفروضة يومية لها وقتها لها خصائصها وصلاة الظهر أيضا صلاة مفروضة يومية لها خصائصها فصلاة الصبح جهرية وصلاة الظهر إخفاتية وهكذا فلا توجد درجات في الشهادة درجات الشهادة تحددها نية الشهيد فقد يكون الشهيد مقتولا في ساحة المعركة ومخضبا بدمائه لكنه لم يكن على مستوى عال من المعرفة بإمام زمانه وهناك من يموت على فراشه يموت على فراشه لا يقتل يموت شهيدا فمن مات على حب آل محمد مات شهيدا يموت شهيدا وفي درجة أعلى وأعلى وأعلى من درجات الكثيرين ممن قتلوا في ساحة المعركة قتلوا بين الصفين فهذا التقسيم تقسيم خاطئ نحن نعرف هذا في ثقافة العترة الطاهرة من أن مداد العلماء لا أتحدث عن العلماء الطوسيين أتحدث عن العلماء من أمثال جابر بن يزيد الجعفي من أمثال المفضل بن عمر من أمثال هؤلاء لا أتحدث عن هؤلاء الغبران من أهيات الشيطان العظمى الذين لا يصدر من أقلامهم إلا النجازة والقذارة في ثقافة العترة الطاهرة مداد العلماء أفضل من دماء الشهداء فهذا العالم الذي مداده أفضل من دماء الشهداء لو مات سيموت في أعلى درجات الشهادة إذا كان مداده أفضل من دماء الشهداء فهذا الترتيب ليس صحيحا الدقة في علم الأصول دقة شيطانية تؤدي إلى هذا الهراء المشكلة ليست في هذه الدرجات المشكلة في أنه يضرب مثالا للشهداء من الدرجة الثانية يضرب مثالا أمير المؤمنين يقول إن أمير المؤمنين شهيد من الدرجة الثانية هذه نتائج علم العصول رجاء اعرضوا لنا صورة الموقع الألكتروني الرسمي لمونير الخباس هذه صورة موقعه الألكتروني وعرضوا لنا صورة المحاضرة المحررة المكتوبة تلاحظون في آخر الصورة هناك كلام قد وضعناه في مستطيل ملون باللون الأحمر هنا يتحدث عن شهادة أمير المؤمنين ومن أنه لم يقتل في المعركة فشهادته من الدرجة الثانية اعرضوا لنا الكلام بنحو مكبر هذا هو كلامه بنحو مكبر وهو بين يدي سأقرأه عليكم رجاء اتركوا الصورة على الشاشة حتى أكمل قراءتي لعل المشاهدين يتابعون معي على الشاشة الدرجة الثانية أن يقتل الشهيد في سبيل الله لكن ليس في المعركة الإمام علي عليه السلام قتل في سبيل الله لكن لا في المعركة كل مؤمن يقتل وهو في سبيل الله يقتل في المسجد يقتل في الشارع يقتل في أي مكان آخر صحيح ليس كالدرجة الأولى من الشهادة الدرجة الأولى من الشهادة أن يقتل بين الصفين هذا له خصوصية خاصة يعني أن أمير المؤمنين حينما استشهد له مرتبة ثانية في شهادته الدرجة الأولى من الشهادة أن يقتل بين الصفين هذا له خصوصية خاصة أنه لا يغسل هذه أحكام لا تكشف عن علو المرتبة بالضبط كحالة الجهر في صلاة الصبح والإخفات في صلاة الظهر هذه أحكام هذه أحكام خاصة بحالة الاستشهاد بهذه الطريقة أو بتلك هذا له خصوصية خاصة أنه لا يغسل ولكن من يقتل في سبيل الله وإن لم يكن في المعركة فهو شهيد وقد عبرت عنه الروايات الشريفة بالشهادة هذا يغسل ويكفن إلا أنه شهيد يشمله ثواب الشهداء ومنزلة الشهداء لا شأن لي بالشهداء من الشيعة وغيرهم الكلام عن أمير المؤمنين فهذا الأمر يرتبط بمعرفة الرجل لإمام زمانه إذا كان هذا الرجل ليس عارفا بإمام زمانه كيف صار مجتهدا فقيها وكيف صار علامة مفكرا إذا كانوا يقصدون بهذه الأوصاف شيئا لا علاقة له بدين العترة الطاهرة فأنا لا شأن لي بذلك لكنهم يقصدون بهذه الأوصاف من أنه علامة مفكر مجتهد فقيه أصولي خطيب بارع في دين العترة الطاهرة الرجل لا يعرف إمامه أي منطق هذا شهادة أمير المؤمنين من الدرجة الثانية أساسا هل أن أمير المؤمنين يحتاج إلى شهادته حينما يقول سيد الأوصياء فزت ورب الكعبة هذا الفوز يكون بدرجة ثانية أيه رائن هذا ماذا تفعل يا منير يا منير ما أنت بمنير أنت مظلمون هذا كلام المظلمين ما هو بكلام المنيرين هذا كلام القلوب المظلمة كلام العقول المدبر علي صلوات الله وسلامه عليه شهيد من شهداء الدرجة الثانية أي منطق هذا أي هراء هذا هذا هو الذي يريد السستاني منكم أن تتعلموه وهذا هو الذي تريده الحوزة الطوسية أن تتثقف عليه عودوا إلى موقعه الألكتروني واتطلعوا على ذلك الحديث عن أحكام الغسل وغير الغسل هذا يرتبط بي وبك يا منير الأئمة فوق هذه المعاني يلتزمون بالأحكام لأنهم أسوة لنا هل تتوقع أن المعصوم بحاجة إلى وضوء بحاجة إلى غسل لأجل أن يتطهر المعصوم هو الذي يطهر الماء أما في المعاني الرمزية فإن الماء هو صورة للولاية العلوية لا أريد أن أخوض في رموز الآيات والروايات المقام ليس منعقدا لهذا المعصوم هو الذي يطهر الماء الماء لا يطهر المعصوم إنما يلتزم المعصوم بأحكام الطهارة والتطهر لأنه أسوة ونحن نأخذه قدوة نقتدي به ونأخذه ليس اختيارا الله سبحانه وتعالى هو الذي جعله لنا قدوة وجعله لنا أسوة فلذا فإن المعصوم يلتزم التزام دقيق والتزام مثاليا كاملا بأحكام الدين كي نستنى بسنته ونعمل بفعله وبقوله وتقريره وبكل شؤون سيرته الشريفة وإلا وإلا كيف نعرف ديننا كيف نعرف ديننا فهذه الأحكام الخاصة بنا لا تنطبق على المعصوم صلوات الله وسلامه عليه ولكني ولكنني مع من أتحدث مع ناس لا يفقهون شيئا من دين العترة الطاهرة نذهب إلى فاصل حديث لمونير الخباس يتحدث عن شهادة سيد الشهداء عن شهادة الحسين ويقول من أن الحسين يجب أن يغسل ويكفن يا منير ألم تقل من أن الدرجة الأولى من الشهادة من أن الشهيد الذي يقتل في المعركة لا يغسل ولا يكفن فلماذا يغسل الحسين ويكفن وأتمنى عليكم أن تدقق في كلامه فهو يذكر من الأحاديث ما يشير إلى أن الذي يقتل بين الصفين لا يغسل ولا يكفن على سبيل المثال أبان ابن تغلب يسأل الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه عن الذي يقتل في سبيل الله أي يغسل ويكفن ويحنط قال عليه السلام أنا أقرأ كلامه كلامه الذي سأعرضه لكم مطبوع بين يدي على هذه الأوراق قال عليه السلام يدفن كما هو في ثيابه لا يغسل ولا يكفن يدفن كما هو في ثيابه فالحسين أين قتل ألم يقتل بين الصفين فلماذا يحتاج إلى غسل وإلى تكفين هذا يعني أن دمه نجس ولذلك يحتاج إلى غسل وتكفين مع أنه قتل في المعركة رجاء اعرضوا لنا الفيديو نأتي إلى النقطة الثالثة ما هو حكم الشهيد في الإسلام لاحظوا يا إخوان ليس كل من يطلق عليه شهيد فحكمه أنه لا يغسل ولا يكفن ليس كل شهيد لا يغسل ولا يكفن أي حسين عليه السلام صين الشغدة ولكن كان يجب تغسينه وكان يجب تكفينه ليس كل شهيد لا يغسل ولا يكفن الحسين سيد الشهداء لكن كان يجب تغسينه وكان يجب تكفينه وكان يجب أن تقام عليه المراشن لأن شروط سقوط التغسين وسقوط التكفين شروط خاصة لا تتوفر في أي شهيد الآن أقرأ لك الشروط الفقهية التي يذكرها الفقهاء السيد قدس سره سيد أعز الله العلم السيد عبدالعلى السفزواري قدس سره في كتابه مهدد الأحكام في بيان الحلال والحرام في جزء الثالث صفحة 438 يتعرض بهذه الشروط بأدلتها يقول الشهيد المقتول في المعركة صحيحة أدان بن تغلب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذي يقتل في سبيل الله أي غسل ويكفن ويحنط قال عليه السلام يدفن كما هو في سيابه لا يهسل ولا يكفن يدفن كما هو في سيابه إلا أن يكون به رمق فإن كان به رمق ثم مات فإنه يغسل ويكفن ويحنط ويصلى عليه لأن رسول الله إلى آخر الروايات فحبتوا شرط يعني أن يموت في المعركة شرط إنما لا يغسل ولا يكفن إذا نات في المعركة أو مات بعدها بقليل جدا يعني أصابته الجراح أسخنته الجراح وما قاله بس ما أسعقهم الوقت في الطريق مات مثلا ما أسعقهم الوقت مات هذا الذي لا يغسل ولا يكفن أما لو شخص أصيبه بجراحه مات بعد يوم أو مات وهو مثلا تحت الأجهزة لا هذا يغسل ويكفن الشهيد الذي لا يغسل ولا يكفن من مات في نفس معركة أو مات بعدها بقليل جدا أما إذا مات بعدها بقصل طويل ولو كان متأثر بجراح خطيرة لكن إذا مات بقصل معتد منه فإنه يغسل ويغسل وعنه عليه السلام قال الشهيد إذا كان به رمق غسل وكفن وحنق وصلي عليه وإن لم يكن به رمق غفن في أثوابه وفي خبر أبي خالد أغسل كل الموتة أي ميت مسلم يغسل الغريق الغريق شهيد لكن يغسل أكلي للسبوع اللي أكلته الرئاة يغسل وكل شيء إلا ما قتل بين الصفين يعني ما تكون صاحة حرب إلا ما قتل بين الصفين فإن كان به رمق غفن وإلا فلا أدري سيد الشهداء أن قتل ببيض خالتك لو أن قتل بالمسبح راح للمسبح وغرق بالمسبح هكذا نقرأ في زيارة الناحية المقدسة التي وردتنا عن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه نزور بها سيد الشهداء أقرأ عليكم من الجزء الثامن والتسعين من بحار الأنوار أقرأ للمجلس أقرأ للحسين فأحدقوا بك من كل الجهات وأثخنوك بالجراح وحالوا بينك وبين الرواح ولم يبقى لك ناصر وأنت محتسب صابر تذب عن نسوتك وأولادك حتى نكسوك عن جوادك فهويت إلى الأرض جريحا تطأك الخيول بحوافرها وتعلوك الطغاة ببواترها قد رشح للموت جبينك واختلفت بالانقباض والانبساط شمالك ويمينك إلى أن يقول الإمام في الزيارة والشمر جالس على صدرك ومولغ سيفه على نحرك قابض على شيبتك بيده ذابح لك بمهنده قد سكنت حواسك وخفيت أنفاسك ورفع على القناة راسك الحسين قتل بين الصفين ذبحوه من الوريد إلى الوريد بين الصفين ماذا يقول هذا الأخراق؟ هذا هو نتاج المرجعية السستانية وهذا هو نتاج الحوزة النجفية الطوسية منير الخباز يقول الحسين سيد الشهداء لكن كان يجب تغسيله وكان يجب تكفيله لماذا؟ لأن شهادته من الدرجة الثانية أي هراء هذا؟ أي هراء هذا؟ وهذا يشعرنا بأن دمه نجس لأن الشهيد الذي يقتل بين الصفين يكون دمه طاهراً بالنسبة لعامة المسلمين أما الذي لا يقتل بين الصفين وإنما يقتل في مكان آخر وفي سبيل الله فإن دمه ليس طاهراً لذلك يحتاج إلى الغسل والتكفين هذا الكلام لا ينطبق على المعصوم بحسب عقيدة دين العترة الطاهرة لا بحسب الطوسيين هذا هو منطق الوائل أيضاً الوائل الناطق الرسمي العقائدي باسم حوزة النجف وباسم المرجعية السيستانية يحدثنا عن نجاسة دم الحسين حتى بعد استشهاده حتى بعد استشهاده الحسين انقتل إلى 1340 سنة تقريباً هذه 1340 سنة شكذر جاي نقولون الشيعة ترى بيصلون عليها ما تقول لي دم الحسين شنو هو المحيط الأطلسي يعني هل قد ما يخلص ما تفهمني أنتو هالعقلية هالذهنية يعني واحد يتكلم من يحتيف بإذنه ويحتيب عقلك ما غريب والله غريب ثم بعدين هذه كتبنا بين أيديكم كلها تقول بحرمة الدم أن الدم نجش ما ممكن واحد عند شيء يلطخ بدم ويسجد عليه قدتوا لما تجون تقولون أنها لي انبيها لا ما عندنا الشكل لي انبيها دم الحسين اطلاقا ما يمهل معنا ماذا أقول لهؤلاء أنتم أنتم عليكم أن تقولوا لهم إنني قد قلت الكثير والكثير عليكم الآن أن تقولوا لهم أنتم أن تقولوا لهم في الإعلام أن تقولوا لهم على الشبكة العنكبوتية إنني قلت وقلت وقلت حينما أقول لكم من أن هؤلاء أحدهم يخري في فم الآخر قد لا تقبلون كلامي هذا لكن الحقيقة هذه بين أهديكم وأمام أعينكم يحاولون بقدر ما يستطيعون أن ينتقصوا من أئمتنا وفي الوقت نفسه يظهرون أنهم يقدسونهم برنامج شيطاني قذر بامتياز المراجع الكبار يخرون في أفواه هؤلاء الخطبة من أمثال منير الخباص وأحمد الوائلي والقائمة تطول وهؤلاء يخرون من أفواههم على رؤوس أشياعهم من الحمير الديخيين هذه هي الحقيقة هذه وثائق بين أيديكم كذبوها كذبوها أقرأ عليكم من غيبة النعماني المتوفى سنة 360 للهجرة من أجلة علمائنا الطبعة أنوار الهدى الطبعة الأولى قموا المقدسة في الصفحة الخمسين بعد المئتين في الباب الذي عنوانه في صفة قميصه إنه الحديث الثاني والأربعون بسنده بسند النعماني عن يعقوب بن شعيب عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال له الإمام الصادق يقول ليعقوب ألا أريك قميص القائم الذي يقوم عليه القميص الذي يكون الإمام لابسا له في يوم ظهوره ألا أريك قميص القائم الذي يقوم عليه فقلت بلى يعقوب ابن شعيب قال للإمام الصادق بلى قال فدعا بقمطر القمطر كالحقيبة في زماننا القمطر وعاء تحفظ فيه الأمور العزيزة الغالية القيمة فدعا بقمطر ففتحه وأخرج منه قميص كرابيس الكرابيس هو نحو نسيج قطني كانت إصفهان تعرف فيه نسيج قطني إصفهاني لونه أبيض لونه أبيض ففتحه ففتحه وأخرج منه قميص كرابيس فنشره فإذا في كمه في كمه الكم الردن فإذا في كمه الأيسر دم لازال واضحاً لم يتغير لونه هذا دم رسول الله دم رسول الله لا يتغير مثل ما بدنه لا يتغير فإذا في كمه الأيسر دم فقال هذا قميص رسول الله صلى الله عليه وآله الذي عليه دم يوم ضربت رباعيته لما ضرب على أسنانه في أحط وفيه يقوم القائم القميص مزين بدم رسول الله صلى الله عليه وآله يعقوب ابن شعيب يقول فقبلت الدم ووضعته على وجهي يبدو أن يعقوب نجس وجهه بدم رسول الله الإمام صادق ما نهاه عن ذلك ترك الرجل ينجس وجهه بدم محمد المصطفى صلى الله عليه وآله هذا قميص القائم هذا قميص رسول الله مزين بدم رسول الله هؤلاء ماذا تعلموا من دين العترة ومن ثقافة العترة حينما أحذركم من حوزة النجف ومراجع النجف لأنهم ليسوا على دين العترة الطاهرة نذهب إلى فاصل مونير الخباز يناقش ادعاءات أحمد إسماعيل هذا الذي يدعي أنه اليماني والذي يعرف بدجال البصرة لا شأن لي بمناقشته لدجال البصرة إنما أذهب لما ضربه مثالا عن اللغو حينما جاء بكاف ها يا عين صاد وذكر تفسيرها الوارد عن إمام زماننا ووصف ذلك باللغو ضرب هذا التفسير مثالا للغو رجاء اعرض لنا الفيديو خل أن أضر لك نظير يعني الآن نحن عندما نأتي إلى قوله عز وجل كاف ها يا عين صاد شنو معناها ما عدنا شيء قطعي من يقدر هذه أمور مجملة علينا كلها عند الإمام صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف يجيك مفسر يقول كاف ها يا عين صاد هي رموز كما يقول صاحب الميزان رموز بين الله وبين النبي من خلال هذه الرموز يتوصل النبي إلى تحديد الإسم الأعظم هذا مجرد قول ما في دليل عليه يجيك شخص آخر يقول كاف ها يا عين صاد اسم الملائكة الذين نزلوا بالسورة لأن كل سورة يتشرف بها جمع من الملائكة ينزلونها على الأرض هذه الأحرف أسماء الملائكة الذين نزلوا بالسرعة أيضا هذا قول يجيك واحد يقول لا الكاف كربلاء هلاك أطفال الحسين والياء يزيد بن معاوية والعين عطش الحسين والصاد صبر الحسين نقول ما هو الدليل على ذلك يبقى مجرد احتمال أما الدليل ما هو هذا أيضا كلام أحمد كله تاجل أدلة تاجل روايات صحيحة صريحة وإلا فهو كلام لغو وإلا فهو تفسير بالرأي زين فكلام أحمد إسماعيل لغو وتفسير بالرأي ما هو المثال الذي ضربه كاف ها يا عين صاد ذكر رأي صاحب الميزان ورأيا آخر لا شأن لي بالكلام المتقدم لكنه هكذا يقول يجيك واحد يقول الكاف كربلاء والهاء هلاك أطفال الحسين وصف هذا الكلام بأنه كلام لغو ككلام أحمد إسماعيل الذي يدعي أنه اليماني في بداية كلامه ماذا قال قال هذه أمور مجملة علينا كلها عند الإمام صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف ما هو هذا التفسير من إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه أقرأ عليكم من كمال الدين وتمام النعمة للصدوق المتوفى سنة ثلاثمية واحد وثمانين للهجرة طبعة مؤسسة عن نشر الإسلامي قم المقدسة في الصفحة الثامنة والثمانين بعد الأربعمائة من رواية طويلة هي رواية سعد بن عبد الله الأشعري القموي وبالمناسبة والد الصدوق هو من رجال الغيبة وهو على علاقة متينة جدا بسعد الأشعري والصدوق أورد الرواية بكل تفاصيلها في كتابه الذي ألفه بحسب عقيدة الصدوق ما صرح به الصدوق في مقدمة هذا الكتاب من أنه رأى صاحب الزمان في المنام وأمره أن يؤلف كتابا في الغيبة في الغيبة المهدوية وذكر له خصائص التعليف فألف هذا الكتاب قطعا حينما يكون الإنسان بهذه النية وبهذا التصور وبهذا الاعتقاد سوف يكون حريصا على أن يضع في هذا الكتاب ما يكون متأكدا من صحته الصدوق أورد الرواية سعد الأشعري ذهب إلى سامر أيام إمامة إمامنا الحسن العسكري وبعد ولادة قائم آل محمد كان صغير السن وحينما طرح أسئلته على الإمام العسكري الإمام العسكري قال له سل ولدي فسعد الأشعري سأل القائم صلوات الله عليه أيام صغره سأله أسئلة عديدة الرواية طويلة موطن الشاهد قلت سعد الأشعري قلت فأخبرني يا ابن رسول الله عن تأويل كاف هايا عين صاد الرواية طويلة لا مجال لقراءتها النتيجة ما هي الإمام بيّن له التأويل فالكاف اسم كربلاء والهاء هلاك العترة والياء يزيد وهو ظالم الحسين والعين عطشه عطش الحسين والصاد صبره صبر الحسين إلى بقية ما جاء في بيان هذا التأويل قطعا سيقولون من أن الرواية ضعيفة بحسب القواعد الرجالية الخوء ضعفها محمد باقر الصدر ضعفها السستاني ضعفها البقية من الطوسيين ضعفوا الرواية إذا أردنا أن نبحث عن أصل التضعيف فإنه جاء في كتاب فهرست النجاشي والذي سمي كذبا وزورا برجال النجاشي هذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قموا المقدسة صفحة 177 رقم الترجمة أربعمية وسبعة وستين إنها ترجمة سعد بن عبد الله الأشعري القمي الذي ذهب إلى سامراء وسأل الإمام الحجة أيام إمامة أبيه الحسن العسكري صلوات الله عليهم جميعا هكذا قال في ترجمته النجاشي قال عنه شيخ هذه الطائفة وفقيهها ووجهها مدحه إلى أن قال ورأيت بعض أصحابنا يضعفون لقاءه لأبي محمد لإمامنا العسكري عليه السلام ويقولون هذه حكاية موضوعة عليه والله أعلم النجاشي لم يذكر سندا لهذا الكلام فلماذا تأخذون كلاما من دون سند كي تضعف رواية لها سند هو ضعيف بحسبكم فلنفترض أن الرواية ليس لها من سند لماذا تقدمون قول النجاشي الذي هو من دون سند على الرواية التي هي من دون سند وتحكمون بهذا القول الذي من دون سند على رواية من دون سند وفقا لأي منطق هذا كلام النجاشي ليس له من سند هكذا قال ورأيت بعض أصحابنا من هم هؤلاء ربما من أسوأ الناس من هم هؤلاء نحن لا ندري ورأيت بعض أصحابنا يضعفون لقاءه لأبي محمد عليه السلام ويقولون هذه حكاية موضوعة عليه والله أعلم فكلام النجاشي ليس له سند لماذا تحكمون بكلام ليس له سند على رواية مهمة تتناول المطالب العقائدية المهمة إنهم يبحثون عن أي شيء لتضعيف حديث العترة الطاهرة هذا هو ديدنهم حينما أقول لكم إنني لا أستطيع أن أحسن الظن بهم من خلال معرفة بحقائقهم من خلال معرفة بعقائدهم من خلال معرفة بكتبهم من خلال معرفة بأسلوبهم الخبير من خلال معرفة بسخافة أقوالهم لا أستطيع أن أحسن الظن بهم كل القرائن كل العلائم تشير إلى قبحهم عوراتهم متكشفة أمامي في أقبح صورة من خلال الطلاع على كتبهم وطلاع على دروسهم وطلاع على مجالسهم ومحاضراتهم أتلومونني بعد ذلك من أنني دائماً أسيء الظن بهم إنني لا أجد مبرراً واحداً ولو ضعيفاً كي أتمسك به لأحسن الظن بهم وفي نفس هذه المخرأة ألوائلي نستمع إلي أتشقق تلقى لك فت مفشر يجي يقول لك كاف هاي عن صاد الكاف كربلة والهاء هلا في العترة والعين ما أدري شنو وبهم يسطر لكم الحكي الماجي نعم هاي تفاسير وهي بعيدة عن روح القرآن القرآن العطاء الضخم ما يجي بهالمحاولات هذه الماجيشون هاي البسيطة هاي يعني هاي عقلية وحدة عندها مغزل عجوج مخرفة ها كلام ما يقبل بحال من الأحوال أبدا هاللون من التفشير لا يقبل بحال من الأحوال حديث إمام زماننا حديث عجوج مخرفة رجاء أعيد بث الوثيقة التشقق تلقى لك فت مفشر يجي يقول لك كاف هاي عن صاد الكاف كربلا والهاء هلا في العترة والعين ما ادل شنو وبهم يسطر لكم الحكي الماجيشون نعم هاي تفاسير وعيدة عن روح القرآن القرآن العطاء الضخم ما يجي بهالمحاولات هذه الماجيشون هاي البسيطة هاي يعني هاي عقلية وحدة عندها مغزل عجوج مخرفة ها كلام ما يقبل بحال من الأحوال أبدا هاللون من التفشير لا يقبل بحال من الأحوال ألا تلاحظون من أن كلامي دقيق جدا حينما أقول من أن هؤلاء أحدهم يخري في فم الآخر وبعد ذلك يتقيؤون خراءهم من أفواههم في رؤوس الشيعة الديخيين من أتباعهم هذه الحقيقة الكاملة نذهب إلى فاصل منير الخباس في ندوة تطرح فيها عليه الأسئلة وهو يتصدى للإجابة باعتبار أنه علامة مفكرون آية من آيات الله من تلامذة أسستاني السائل يسأله عن رواية بحسب السائل يقول من أنها وردت في بحار الأنوار في الجزء اثنين وخمسين صفحة مية وتسعين يسأله عن فقهاء آخر الزمان من أنهم شروا فقهاء تحت ظل السماء ينفعلوا الخباس من هذا السؤال من سؤال السائل وستلاحظون أسلوب السطوة هذا الأسلوب هو الأسلوب الذي يتعامل به المعممون مع عامة الشيعة رجاء اعرضوا لنا الفيديو زين بحار الأنوار الجزء الرجوع جروم نفس الجزء صفحة ١٩ فقهاء آخر الزمان وال utveckling قال فقهاء الشيعة قال منهم خرجت الفتنة قال فقهاء الشيعة قال فقهاء الشيعة فقهاء الشيعة قال لا فقهاء تحت ضل السماء ما قال فقهاء الشيعة هذا زين منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود هذا ليس في البحار منهم فقهاء آخر الزمان هذا ليس في البحار هذا أولا وثانيا بأن هذه الدعوة تطبيقها على فقهاء الشيعة والحال بأن فقهاء ذلك الزمان يعني من بيدهم مقاليد الأمور ما نقدر نصرح هذا مفتي البلاد الفلانية وذا مفتي المراد بفقهاء ذلك الزمان يعني من بيدهم مقاليد الأمور مفتي البلد الفلاني ومفتي البلد الفلاني ومفتي البلد الفلاني ولم يقل فقهاء الشيعة حتى يجن تطبق على فقهاء الشيعة نعم الرواية الواردة عندنا في قراء القرآن بالكوفاء ولم يعبر بالفقهاء السائل سأله عن رواية في الجزء الثاني والخمسين صفحة مية وتسعين في بحار الأنوار هو ماذا فعل بغض النظر عن طريقة كلامه ولغة جسده قال هذا ليس في البحار هذه الرواية التي أشار إليها السائل قال هذا ليس في البحار بشكل قطعي السائل كان متأكدا من أن الرواية في البحار فهو ذكر الجزء وذكر رقم الصفحة لكن الطريقة التي يستعملها المعممون في التعامل مع الشيعة طريقة السطوة طريقة التكبر طريقة التجبر هذه طريقة لا يعملون بها جزافا وصايا مراجع النجف هذه وصايا مراجع النجف قبل أن أكمل الحديث دعوني أحكي لكم هذه الحكاية في بداية شهر رمضان أنتم تتابعون معي هذه الحلقات أتحدث عن مجموعة حلقات صولة القمر في الشطر الأول من شهر رمضان كان الحديث عن الشذوذ الجنسي المنتشر في المذهب الطوسي النجفي القذر وتحدثت عن مستويات هذا الشذوذ عن المستويات النظرية وعن المستويات العملية أنتم شاهدتم؟ لما كنت أتحدث في تلك الحلقات صار هناك لغط وكلام في الأجواء الشيعية لأن الناس لأول مرة تسمع هذه الحقائق والكلام كله بالوثائق فهناك من الناس من كان يذهب في النجفي إلى المراجع في بعض الأحيان يسألون أسئلة خبيثة يريدون إثارة المرجع وفي أحيان أخرى إنهم يسألون يريدون أن يعرفوا الحقيقة أحد المراجع الموجودين في النجف لا أذكر الأسماء لا أريد أن أسبب إحراجاً للذين نقلوا لي الكلام هم أناس وفي الحقيقة هو شخص مقرب جداً من المرجع الذي تدور حوله هذه الحكاية هم معرفون كما نقول في تعابيرنا الشعبية العراقية خلالات العبد إشعيط ومعيط وجرار الخيط مقغر أفلان وفلتان وطقعان وشقعان هم هؤلاء الذين أنا أتحدث عنه فهذا المرجع أصابه الحرج من الأسئلة التي توجه إليه وثارت بعض هواجس الخوف في نفسه من أن الناس سيتغيرون عليه فاتصل بمرجع آخر وكان الاتصال باللغة الفارسية فالإثنان يتكلمان اللغة الفارسية فشكى له الحال المرجع الثاني ماذا قال له؟ قال له قطعاً باللغة الفارسية أنا أترجم المضمون الذي وصلني أنقل لكم المضمون هالشكل قال له قال له شيعة العراق لا تخاف من عدو أم طاية وإحنا راكبين عليهم بس أنت لا تضعاف إذا ضعفت يأكلونك وإذا أكلوك يديرون علينا ويأكلوننا أيضاً لا تضعف كن قاسياً لا تكن ليناً وإذا ما أجبت على أسئلتهم فأجب على الأسئلة بالتكبر وبالتجبر شيعة العراق هذا الأسلوب هو يقول له هذا الأسلوب هو اللي ينفعهم أو أم من ما رح يصير شيء لا تخاف أم من شعة العراق مطاية أو إحنا راكبين على ظهورتهم فما رح يصير شيء بس أنت لا تضعف بس أنت لا تضعف لا تصير لين هذا المرجع يحدث هذا الشخص الذي أخبرني بما دار بين هذين المرجعين وهما يتكلمان عبر التليفون باللغة الفارسية وإلا فأنا ما أهدراني بالذي يجري هناك إلا أن شخصاً نقل لي هذا الكلام فكان يوصيه أن يبقى متجبراً متكبراً هذا هو أسلوب معممي النجف وكربلاء حينما يسألون عن شيء لا يعرفون جوابه أو حينما يوضعون في زاوية حرجة يستعملون أسلوب التجبر والتكبر وهذه حالة عامة عند جميع المراجع الطوسيين أتحفون بالوثيقة الرستقارية حالو شهر خوبجا أرادة سم أرادة سم راج سارة تنشر من در قحص تقلید تقلید تعبدی و حجیت قول مشاهد در هر قامی آیا دلیل از آیت روایاتم هست؟ حلو شهر خوبجا و بشه عباد مديني استعمل القول و يتبعون احسنم سوريا يعني تفت رئيبان رئيبان تفت ايام تفت ايام و بعد ايام راجع نواجه میکنن بلزارش رئيبان خب نه بحثتر اينا ایست كه اولا خب ايام ايام راي ها هیچ کدوم از آقا اينا ما شده در بحث و بحث نواجه بحث نواجه تباواجه داشتن تباواجه داشتن هم جرداته که نه مثل آقا برو جرده كه حالا شما مثل آقای خوراستانی و همسلم در اثبات تقلیدشون نفرماید که آیات قرآن هیچ کدوم دلالت بر تقلید نداره حالا هر کدومی که آقای یکی از قلمای قدیم آیات الله بنوزهی شما دارم عزیزی رو نقابونی به همه تعلیمه بعد این آیت ربکی به تقلیب تعبدی نداره بحث تعلیم و تعلیم تعبد همین است که طرف مجده بگه آقا قول من فتوا من فهم من در حق عامی فی نفس حجیبت داره بلد می کنه بلد بله بله بلد بحث اینو می کنیم پهنانا میکنم بلدانا میگم شما رساله نمشتید نسان ما دو جل داره هلان حجت میدون این قولتون را در حق عامیانه إذا كان ضرور للشعر لا دوهم فإذا كان بالضبط هدئ لماذا حتى ت Italia ثم أنا بالضبط هدئ علي الفوض هذه النجاحيات É 000 لذلك يجب llama النجاحي nowhere مراحلون. هذهração، معwech . وإن CEO كان له بسر قليل الله اitter قلب الشيء بمسك تم سهل مطالب دلال يعني اتباهم已经 اصلاح فإن أمام صادقjin ب Laney ف NIH위 wedding فإن يريد أنت وجده deductible والنامي بارف شو جهدر بشه الان قرآن شعیف هست هل المحكوم تشابه هاده قرآن و ناسخ و منصوب نداره؟ ناسخ و منصوب هاده؟ شما مقصومي نلاشت؟ نه مقصومي نشاهد هل هل دارو؟ خلق شما اینجو که فوش میری؟ یعنی چه؟ من امام معصومه هجته آقا! مرجم بقیه هجته خود هست مرجم بقیه هجته خود هست الفيديو الذي انتشر في الآونة الأخيرة لبشير النجفي ويتحدث فيه عن التقليد الأسلوب هو هو رجاء اعرضوا لنا فيديو بشير النجفي بهدني أجوباء الذي يفهمها نات وينتشر بالسرعة ماكو دايلي عدلة آيات وروايات هذا مدفد هذا في مجال الحوز فيه كذا مثل هذا منو هلالأمك أنا أبيك يلا بهذه الطريقة لا بد أن يكون التعامل مع الشيعة الدخيين ما هم حمير ويحق للمراجع أن يتعاملوا مع حميرهم بهذه الطريقة أعود إلى منير الخباس السائل سأله وهو متأكد من أن الرواية في الجزء الثاني والخمسين في الصفحة التسعين بعد المئة من بحار الأنوار فقال له هذا ليس في البحار السائل سكت لأن الأجواء التي صنعها منير الخباس صارت ضاغطة على هذا السائل قال هذا ليس في البحار وكرر الكلام مرتين لأنه متأكد من أن الرواية ليست في البحار أنا أقول للعلامة منير الخباس هذا هو الجزء الثاني والخمسون من بحار الأنوار الذي تحدث عنه السائل طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان بالضبط مثل ما قال السائل صفحة مية وتسعين رقم الحديث واحد وعشرين عن رسول الله صلى الله عليه وآله سيأتي زمان على أمتي لا يبقى من القرآن إلا رسمه ولا من الإسلام إلا اسمه يسمون به وهم أبعد الناس من مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود بالضبط مثل ما قال السائل الرواية موجودة في الجزء الثاني والخمسين من بحار الأنوار صفحة مية وتسعين رقم الحديث واحد وعشرين نقلها عن كتاب ثواب الأعمال وعقاب الأعمال للشيخ الصدوق إذن الرواية موجودة في مصادرنا الأصلية القديمة وصاحب البحار أثبتها في الجزء الثاني والخمسين منير الخباز لأنه عالم بالروايات والأحاديث سيستاني خوعي طوسي علامة في فقه العترة الطاهرة بالإصرار هذا ليس في البحار هذا ليس في البحار أولا ثم يستمر في الحديث وأنا أقول لمونير الخباز من أن المجلس أوردها في الجزء الثامن عشر من البحار أيضا أورد الرواية نفسها فهذه مرة ثانية يوردها المجلس في البحار صفحة مية وستة واربعين رقم الحديث السابع ذكر الرواية بنفسها لا حاجة لقراءتها مرة أخرى صفحة مية وستة واربعين الجزء ثمنتعش من البحار وأقول لمونير الخباز أيضا وذكرها المجلس أيضا في الجزء الثاني من البحار صفحة مية وتسعة رقم الحديث أربعة عشر إذن الرواية موجودة في البحار في الجزء الثاني وفي الجزء الثامن عشر وفي الجزء الثاني والخمسين هي هي أما مصدرها الأصل فهو ثواب الأعمال وعقاب الأعمال للصدوق المتوفى سنة ثلاثمية واحد وثمانين للهجرة وهذه الطبعة التي بين يديه طبعة مؤسسة شمس الضحى الثقافية إنها الطبعة الأولى ألف واربعمية واربعة واربعين هجري قمري صفحة خمسمية واحد وستين رقم الحديث أربعة الرواية هي هي هذا هو مصدرها الأصل رواها الصدوق في كتابه ثواب الأعمال وعقاب الأعمال عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بإسناد متقدم ذكره الصدوق المجلس ذكر الرواية في هذه الأجزاء الثلاثة من البحار في الجزء الثاني والخمسين في الجزء الثامن عشر وفي الجزء الثاني الكلين أيضا ذكر الرواية في الكاف الشريف وهذا هو الجزء الثامن من الكاف الشريف الطبعة طبعة دار دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان صفحة 243 رقم الحديث 479 بسنده عن الصادق صلوات الله عليه عن أمير المؤمنين قال قال رسول الله سيأتي على الناس زمان لا يبقى من القرآن إلى آخر الرواية الرواية موجودة في أمهات مصادر الحديث وهي واضحة جاءنا الخباز ليقول لنا من أن المراد من الفقهاء هنا يعني الفقهاء الذين بيدهم مقاليد الأمور ما هم فقهاء الشيعة الآن بيدهم مقاليد الأمور مرجعك السيستاني بيده مقاليد الأمور وغيره ما هم الفقهاء الآن بيدهم مقاليد الأمور هو أراد أن يدفع بالرواية إلى المذاهب السنية هناك ملاحظة دقيقة لا بد أن نلتفت إليها من أن هذا المصطلح الفقهاء يستعمل في الأجواء الشيعية بشكل واضح بينما في الأجواء السنية لا يستعمل هذا المصطلح كثيرا إنهم يستعملون مصطلح الأئمة ويستعملون مصطلح العلماء ويقولون لكبيرهم مفتي الديار مفتي البلاد من أنه رئيس هيئة العلماء من أنه شيخ الأزهر كلمة الفقهاء لا تتردد كثيرا في ثقافتهم كلمة الفقهاء تتردد عندنا في الأجواء الشيعية بنحو واضح جدا هذه القضية لا أقول من أنها أساس في الفهم لكن لا بد أن نأخذ هذا الأمر بنظر الاعتبار لأن الأئمة يتحدثون عن زمان قادم عن زمان نحن نعيش فيه كزماننا وهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حدثنا به أئمتنا الأطهار وهذا المعنى لا وجود له في الرواية من أن المقصود من الفقهاء الذين بيدهم مقاليد الأمور لا أدري من أين جاء بهذا المعنى هذا معنى تلصيقي لأجل أن يسكت السائل وإلا فإن الرواية واضحة جدا تتحدث عن الفقهاء بنحو عام روايات عصر الظهور روايات عصر الغيبة حينما نتعامل معها فإننا نفهمها بالدرجة الأولى في الأجواء الشيعية لأن المخالفين لا علاقة لهم بهذا الموضوع والأئمة يعرفون هذه الحقيقة فعينما يتحدثون في شؤون الغيبة وفي شؤون الظهور فإن الكلام يرتبط بالواقع الشيعي وحتى إذا أردنا أن نقول من أن الرواية لا يوجد فيها ما يشير إلى فقهاء الشيعة الحديث عام عن فقهاء الشيعة والسنة هل يستطيع منير الخباس أن يخرج فقهاء الشيعة من هذا الوصف على أي أساس ووفقا لأي دليل الرواية في فقهاء الشيعة ما هو الدليل لحن القاول أسلوب الأئمة في أحاديث الغيبة والظهور يتحدثون في الأعم الأغلب عن الواقع الشيعي ولا نحتاج إلى قرينة في ذلك إذا أردنا أن نصرفها إلى فقهاء المخالفين نحتاج إلى قرينة في ذلك وإذا أردنا أن نتجاوز كل هذا الكلام فإن الفقهاء هنا تكون جامعة لفقهاء الشيعة ولفقهاء السنة على حد سوى فعلى أي أساس أخرجنا فقهاء الشيعة هذا هو الكذب والتدليس والتزوير ثم ماذا يقول وكان هذا الشيء تبرعا منه فإن السائل ما سأل عن ذلك قال نعم الرواية الواردة عندنا في قراء القرآن بالكوفة ولم يعبر بالفقهاء أقول إما أنك كذاب يا منير وإما أنك جاهل وجهلك مقرف الرواية ذكرت القراء وذكرت الفقهاء وهذا هو مصدرها دلائل الإمامة هذا أعلى شأن من البحار فأنت تقول لا بد من الرجوع إلى كتبنا القديمة المعروفة دلائل الإمامة أقدم من البحار وهو من مصادر البحار ومؤلفه الطبر الإمامي من أعلام القرن الخامس الهجري هذه الطبعة طبعة مؤسسة البعثة قموا المقدسة الطبعة الأولى 1413 هجري قمري دلائل الإمامة لمحمد بن جرير الطبري الإمامي اسمه مشابه للمؤرخ الطبري فالمؤرخ الطبري السني محمد بن جرير وهذا أيضا اسمه محمد بن جرير الطبري الإمامي تمييزا له عن المؤرخ والمفسري الطبري السني صفحة 455 رقم الحديث 435 الرواية طويلة عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه ويسير إلى الكوفة صاحب الأمر فيخرج منها ستة عشر ألفا من البترية شاكين في السلاح قراء القرآن فقهاء في الدين قد قرحوا جباههم وشمروا ثيابهم وعمهم النفاق وكلهم يقولون يا ابن فاطمة ارجع لا حاجة لنا فيك فيضع السيف فيهم على ظهر النجف عشية الاثنين من العصر إلى العشاء فيقتلهم أسرعا من جزر جزور فلا يفوت منهم رجل ولا يصاب من أصحابه أحد إلى آخر الرواية الشريفة هكذا وصفهم إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه قراء القرآن فقهاء في الدين هذا هو حاله رجاء أنصت لما تحدث به منير الخباز في الفيديو نفسه بحار الأنوار الجزء 52 صفحة 190 فقهاء آخر الزمان شر فقهاء تحت ضل السماء منهم خرجت الفتنة قال فقهاء الشيعة قال فقهاء الشيعة نعم فقهاء الشيعة قال لا فقهاء تحت ضل السماء آه ما قال فقهاء الشيعة هذا زين بعد منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود هذا ليس في البحار من هم فقهاء آخر الزمان هذا ليس في البحار هذا أولا نعم وثانيا بأن هذه الدعوة تطبيقها على فقهاء الشيعة والحال بأن فقهاء ذلك الزمان يعني من بيدهم مقاليد الأمور ما نقدر نصرح هذا مفتي البلاد الفلانية وهذا مفتي فارف بعد المراد بفقهاء ذلك الزمان يعني من بيدهم مقاليد الأمور مفتي البلد الفلاني ومفتي البلد الفلاني ومفتي البلد الفلاني ولم يقل فقهاء الشيعة حتى يجي انت الطبق على فقهاء الشيعة نعم الرواية الواردة عندنا في قراء القرآن بالكوفاء ولم يعبر بالفقهاء هل سمعتم شيئا صحيحا في كل كلامه صدقوني هذا حالهم دائما حالهم في أحاديثه وحالهم في كتبه لا يفقهون شيئا من دين العترة الطاهرة ولا يفقهون شيئا من حديث العترة الطاهرة ولا يفقهون شيئا من ثقافة العترة الطاهرة عندهم معلومات لكنها لا علاقة لها بدين العترة الطاهرة دين مزيف هذا مثل ما قلت لكم عنواننا صناعة الدين المزيف عبر الثالوث المنجس المرجع التقليد الخمس نذهب إلى فاصل في نفس الاتجاه وفي نفس السياق منير الخباس يتحدث عن موضوع يثيرهم جميعا يثير أصحاب العمائم ما يرتبط بعلاقة علماء النجف بإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه خصوصا عند ظهوره الشريف رجاء اعرضوا لنا الفيديو أنا أستغرب يعني من الإصرار اجي انت الآن قال لك شنو والله عدنا حديث يقول إذا ظهر القائم يذبح فقهاء ذلك الزمان من وين الحديث ده من جايب انت ها نوعنا هذه الكتب المعتبرة عندنا طلع لي الحديث من هذا يلا تعتمد عليه كتب متأخرة ليس لها مصدر كتاب الزام الناصب أو كتاب شي اسمه بيان شنو اسمه بيان آل محمد اسمه نعم بشارة المصطفى كتب متأخرة حديثة ارجع للكتب الأصلية له هذا الكافي هذا من لا يحضره الفقيه هذا البحار ارجع للكتب الأصلية وجيب لي حديث يقول بأن المهدي إذا خرج آخر الزمان يذبح الفقهاء فقهاء الشيعة جيب لي دليل جيب لي رواية منها الكتب المعتمدة جيب تعتمد على كتب متأخرة دس فيها ما دس نكاية بعلماء الشيعة وفقهائهم وتقولوا الله هذا دليل على أن الفقهاء آخر الزمان موزينين وانحصرت الوثاقة بس في ثلاثة أربعة في البالتوك هذا دليل بينك وبين الله هذه الكتب المعتبرة جيب لي رواية منها الكتب من الكافي من الفقيه من التهذيب من الاستبصار من البحار يقول أن الإمام إذا خرج يذبح فقهاء الشيعة جيب لي دليل يجيب لي رواية لا نريد نطبل على الناس ونستغل ضعفهم مساكين الرواية الموجودة عندنا يذبح أو يقتل سبعين من قراء القرآن بالكوفة ما قالت فقهاء ولا قالوا فقهاء الشيعة قراء للقرآن هذه الرواية الموجودة جيد يا مونير زين يا مونير دليني هاي الرواية وين موجودة بالكافي وين موجودة بالفقي وين موجودة بالتهذيف وين موجودة بالاستبصار وين موجودة بالبحار دليني على هاي الرواية انت مو الطالب انا اطالبك دليني هاي الرواية اللي انت جاي تقول عليها الرواية الموجودة عندنا يذبح او يقتل سبعين من قراء القرآن بالكوفة ما قالت فقهاء ولا قالت فقهاء الشيعة قراء للقرآن هذه الرواية الموجودة وين موجودة يا منير دليني عليها لا يوجد مثل هذا الكلام لا في الكافي ولا في الفقي ولا في التهذيب ولا في الاستبصار ولا في البحار يقول له نريد نطبل على الناس او نستغل ضعفهم مساكن ما انت جاي تطبل عليهم او تستغل ضعفهم جيبنا دليل على هذه الرواية لاحظتم الطريقة التي يتكلم بها بهذا الاسلوب يضيعون جهله ويضحكون عليكم مع ملاحظتي ان منير الخباس وهوايا افضل وهوايا اعلم اذا كان عنده من علم من بقية الخطباء ومن بقية المتحدثين ومن بقية اساتذة الحوزة في النجف لذلك دائما يخرجونه للناس باعتبار انهم يشوفون ينطلع بي هذا هو اللي ينطلع بيعده رواية الفقهاء قرأتها عليكم موجودة هنا في دلائل الامامة انا لا اريد ان افصل في الكلام كثيرا لكنني اقرأ عليكم وليسمع منير الخباس هذا رجال الكش هذا ليس من الكتب المتأخرة هذا معاصر للكلين رجال الكش هذه الطبعة طبعة مركز نشر اثار العلامة المصطفوي انها الطبعة الرابعة الفين واربع ميلادي طهران ايران صفحة ميتين او تسعة وتسعين رقم الحديث خمسمية وثلاثة وثلاثين بسنده عن المفضل ابن عمر قال سمعت ابا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول لو قام قائمنا ما بدأ بكذابي الشيعة فقتله هذا اول شيء يفعله الامام بحسب الرواية هذه وهذا الكتاب من كتبنا القديمة وهو احد الكتب الرجالية التي تعتمدون عليها الرواية الرواية عن المفضل ابن عمر عن امامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه لو قام قائمنا بدأ بكذابي الشيعة فقتله إذن الامام سيبدأ بكذابي الشيعة وسيقتله يقتلهم جميعا الامام هنا يقتل كل شخص يكذب هذا غير ممكن الناس كلها تكذب ولكن كل بحسبه إذن هو يقصد نوعا معينا من الكذابي وجاء وصفهم ليس بكاذبين كذاب الكذاب الذي يكذب ويكذب ويكذب مبالغ فعال كاذب كذاب إذن الكاذبون الامام لا يقتلهم وإنما يقتل الكذابين هل يقتل الكذابين مثلا في أمور التجارة هل يقتل الكذابين مثلا في أمور الصناعة والزراعة هذا الكلام ليس منطقيا الامام جاء لإصلاح أحوال هؤلاء وإنما يقتل صنفا من الكذابين هم الذين يمثلون السبب الأول لضلال الناس والسبب الأول لعداء العترة الطاهرة هؤلاء هم الذين سيقتلهم صاحب الأمر لو قام قائمنا ما قال بدأ بكذابي الوهابية بكذابي الشيعة فقتله نحن نعود إلى رواياتهم من هم أكذب الكذابين في الروايات عند الشيعة لن تجد أكذب من مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الطويلة بحسب تفسير إمامنا الحسن العسكري إنها رواية التقليد حتى لو كان منير الخباص وسيستانيه وخوئيه يضعفون تفسير الإمام العسكري فإنهم يضحكون على الشيعة برواية التقليد فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه ويبترون الرواية بترا لا يكملون ما جاء في الرواية وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم القلة القليلة أما الأخثرية فإن الرواية تصفهم بأنهم يكونون أضر على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه هؤلاء هم أكذب الكذابين الإمام يقول يتعلمون بعض علومنا الصحيحة وماذا يفعلون بعد ذلك يضيفون إليه إلى هذا البعض الذي تعلموه من العلوم الصحيحة للعترة الطاهرة يضيفون إليه أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن براء منها إذا أردنا أن نحولها إلى أرقام فإذا تعلموا من علوم العترة بنسبة عشرة بالمئة فإن أكاذيبهم ستكون بنسبة مئة وعشرين بالمئة هل هناك أكذب من هؤلاء لأن الإمام هكذا قال يضيفون إليه أضعافه أقل الأضعاف ثلاثة أضعاف جمع وأضعاف أضعافه وأضعاف الثلاثة أضعاف الثلاثة تسعة وهذا أقل الأضعاف تسعة مع ثلاثة يساوي اثنى عشر فإذا كان الذي تعلموه بنسبة مئوية تساوي عشرة بالمئة من العلم الصحيح من علم العترة الطاهرة أضافوا إلى ذلك مئة وعشرين بالمئة من الأكاذين هل هناك أكذب من هؤلاء هؤلاء هم الكذابون هؤلاء أكذب أناس على وجه الأرض إنهم مراجع التقليد عند الشيعة إنني أقرأ عليكم من تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه الطبعة طبعة ذوي القربى الطبعة الأولى قموا المقدسة إنها الصفحة الرابعة والسبعون بعد المئتين من الحديث الذي يبدأ في الصفحة الحادية والسبعين بعد المئتين برقم الثالث والأربعين بعد المئة الحديث الثالث والأربعون بعد المئة لا يوجد أكذب من هؤلاء فإن إمام زماننا يبدأ بكذابي أهشيعة كذابوا أهشيعة هؤلاء الذين يكذبون على العترة بدرجة هي مئة وعشرون بالمئة ثم يضيفون إليه أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن براء منها براء منها وماذا يترتب على ذلك فيتقبله المستسلمون من شيعتنا يتقبلون ذلك لأنهم يعتقدون أن هذا من دين العترة مثلما الآن يتحدث مونير الخباس وإن كان يتحدث بسبب جهله الرجل جاهل بدين العترة وفقه العترة وحديث العترة وأنا أقول له جئني بمصدر لهذه الرواية التي أنت نقلتها أنت تقول لابد أن نأتي بالأحاديث من الكافي من الفقيه من التهذيب من الاستبصار أو من البحار فجئني بمصدر لهذه الرواية من المصادر التي ذكرتها حتى في المصادر الأخرى لا توجد رواية كهذه التي أنت تتحدث بها رجاء أعيد لنا الفيديو أنا أستغرب يعني من الإصرار إجي أنت الآن قال لك شنو والله عندنا حديث يقول إذا ظهر القائم يذبح فقهاء ذلك الزمان من وين الحديث ده من جاي مننا أنت من وين هذه الكتب المعتبرة عندنا طلع لي الحديث من هذا يلا تعتمد على كتب متأخرة ليس لها مصدر كتاب الزام الناصب أو كتاب بيان شنو اسمه بيان آل محمد اسمه نعم شارة المصطفى كتب متأخرة حديثة ارجع للكتب الأصلية هذا الكافي هذا من لا يحضر الفقيه هذا البحار رجع للكتب الأصلية وجيب لي حديث يقول بأن المهدي إذا خرج آخر الزمان يذبح الفقهاء فقهاء الشيعة جيب لي دليل جيب لي رواية منها الكتب المعتمدة جيب تعتمد على كتب متأخرة دس فيها ما دس نكاية بعلماء الشيعة وفقهائهم وتقول والله هذا دليل على أن الفقهاء آخر الزمان مزينين وانحصرت الوثاقة بس في ثلاثة أربعة في البالتوك هذا دليل بينك وبين الله هذه الكتب المعتبرة جيب لي رواية منها الكتب من الكافي من الفقيه من التهذيب من الاستبصار من البحار يقول أن الإمام إذا خرج يذبح فقهاء الشيعة جيب لي دليل جيب لي رواية لا نريد نريد نطبل على الناس ونستغل ضعفهم مساكين الرواية الموجودة عندنا يذبح أو يقتل سبعين من قراء القرآن بالكوفة ما قالت فقهاء ولا قالوا فقهاء الشيعة قراء للقرآن هذه الرواية الموجودة في الكافي الشريف في الجزء الثامن من الطبعة التي أشرت إليها قبل قليل صفحة ميتين وثلاثة رقم الحديث ثلاثمية واثنين وستين بسنده بسند الكلين عن هشام بن سالم قال قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه إن ممن ينتحل هذا الأمر ممن يظهر الاعتقاد بمحمد وآل محمد ينتحل يعتقد إن ممن ينتحل هذا الأمر ليكذب حتى إن الشيطان لا يحتاج إلى كذبه الإمام لا يتحدث هنا عن القصابين أو عن الخياطين أو عن الأطباء أو عن المشتغلين في حقل الإعلام قد يكذبون ولكن الإمام يتحدث هنا عن جهة دينية لأن الشيطان لا يعبأ بكذب الإعلاميين ولا يعبأ بكذب الحدادين وبكذب النجارين الشيطان يعبأ ويهتم لكذب رجال الدين هذه المادة الأساسية التي يحتاجها لإضلال الناس إن ممن ينتحل هذا الأمر ليكذب حتى حتى أن الشيطان لا يحتاج إلى كذبه هؤلاء هم الكذبون الذين سيبدأ إمام زماننا بقتلهم كذبوا الشيعة مراجع الشيعة أقرأ عليكم من صفات الشيعة للصدوق رقم الحديث الرابع عشر بتسلسل كتاب صفات الشيعة بسنده بسند الصدوق عن أحمد بن محمد الخزاز قال سمعت الرضا صلوات الله عليه يقول إن ممن يتخذ مودتنا أهل البيت لمن هو أشد فتنة على شيعتنا من الدجال هذا ما هو موظف في دائرة البلدية ولا هو مسؤول دائرة الدفاع المدني ولا من الذين يشتغلون في مصلحة المطافة ولا 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 هؤلاء هم مراجع الدين الحديث هنا ليس عن أصحاب العمائم الصغيرة لأن أصحاب العمائم الصغيرة الناس لا تتبعهم إن ممن يتخذ مودتنا أهل البيت لمن هو أشد فتنة على شيعتنا من الدجال فقلت له يا ابن رسول الله بماذا قال بموالاة أعدائنا ومعاداة أوليائنا إنه إذا كان كذلك اختلط الحق بالباطل واشتبه الأمر فلم يعرف مؤمن من منافق هذا هو الذي يجري في النجف الآن وخصوصا في أجواء المرجعية السستانية هذا هو الواقع الموجود على الأرض دققوا فيما يقوله إمامنا الرضا صلوات الله عليه إن ممن يتخذ مودتنا أهل البيت لمن هو أشد فتنة على شيعتنا من الدجال فقلت له يا ابن رسول الله بماذا قال بموالاة أعدائنا ومعاداة أوليائنا إنه إذا كان كذلك اختلط الحق بالباطل واشتبه الأمر فلم يعرف مؤمن من منافق هؤلاء هم الكذابون الذين سيقتلهم صاحب الأمر من الذي يقوم بهذا الدور الطبيب في المستشفى أم المهندس في دائرة الإعمار أم رجال الشرطة أم قادة الجيش الذين يقومون بهذا بخلط الأوراق وبمعاداة أولياء أهل البيت وموالاة أعداء أهل البيت هؤلاء هم المراجع القائلون من أن أعداء أهل البيت أنفسنا هؤلاء هم الذين يقومون بهذا الدور الحكاية واضحة واضحة أدل دليل على ذلك حربكم لقناة القمار لماذا ماذا تقدم قناة القمر للشيعة تقدم لهم دين العترة في أوضح صورة بقدر ما نستطيع بقدر ما نتمكن هنا تختلط الأمور على الشيعة فلا يعرف المؤمن من المنافق الذي يقوم بهذا الدور هم المراجع الكبار وهؤلاء هم الكذابون الذين سيقتلون هؤلاء هم البتريون الذين بتروا دين العترة وبتروا عهد الإمام هؤلاء هم البتريون الذين يتحدث عنهم إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه ويسير إلى الكوفة فيخرج منها يسير صاحب الأمر فيخرج منها ستة عشر ألفا من البترية هؤلاء هم البترية شاكين في السلاح قراء القرآن فقهاء في الدين قد قرحوا جباههم وشمروا ثيابهم وعمهم النفاق وكلهم يقولون يا ابن فاطمة ارجع لا حاجة لنا فيك كلهم يقولون حينما أقول لكم لا يوجد استثناء هذا الكلام أنا لا آتيكم به من عندي هذه نصوص عاديث الأئمة هذه الرواية وغيرها وكلهم يقولون يا ابن فاطمة ارجع لا حاجة لنا فيك الإمام الباقر يقول وعمهم النفاق وعمهم النفاق والكذب والكذب ملازم أساسي ورئيسي للنفاق وعمهم النفاق وكلهم يقولون يا ابن فاطمة ارجع لا حاجة لنا فيك فيضع السيف فيهم على ظهر النجف عشية الاثنين من العصر إلى العشاء فيقتلهم أسرع من جزر جزور فلا يفوت منهم رجل ولا يصاب من أصحابه أحد الإمام يقول دماؤهم قربان إلى الله ثم يدخل الكوفة فيقتل مقاتليها هؤلاء مقلدوهم الذين في الكوفة حتى يرضى الله عز وجل فدماء هؤلاء المراجع قربان إلى الله هذا القربان يقدمه أصحاب صاحب الزمان هذه الروايات واضحة صريحة أما هؤلاء كذبون يكذبون عليكم ويضحكون عليكم نذهب إلى فاصل الحكاية طويلة طويلة وقت الحلقة انتهى سنكمل الكلام في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى لكن الخلاصة تتلخص في أن القوم لا علم لهم بدين العترة الطاهرة فإذا أردتم دين العترة الطاهرة فلا تقتربوا منهم ولا تأخذوا الدين منهم إلا إذا أردتم أن تكونوا على المذهب الطوسي فهنيئا لكم بهم بهؤلاء الجهال الذين لا يفقهون شيئا من دين العترة الطاهرة وهنيئا للجهال بحميرهم الدخيين ترجمة نانسي قنقر